في هذه الحلقة سنستعرض اختصاصات المجالس المحلية مع الإشارة إلى أن القانون فرق بين اختصاصات مجالس المحافظات واختصاصات مجالس المدن والبلدات وسنحاول الآن استعراض هذه التخصصات دون الغرق في التفاصيل والفروقات بين المواد عند تناول اختصاصات المجالس المحلية لا بد من الإشارة إلى موضوع المشاركة التي شدد عليها المرسوم 107 حيث نجد أنه طالب المجالس المحلية بشكل صريح بمشاركة جهات القطاع العام والخاص والأهلي وبيوت الخبرة المحلية والدولية في وضع الخطط وتنفيذها بشكل يضمن التنمية المتوازنة والمستدامة للوحدات الإدارية سواء كانت على مستوى المحافظات أو المدن أو البلدات والآن دعونا نبدأ باستعراض اختصاصات المجالس المحلية فكما أشرنا قبل قليل طالب قانون الإدارة المحلية المجلس المحلي بتكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مرحلة تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص وأمكانات الوحدة الإدارية البشرية والمادية إعداد الخطط المحلية بشكل منسجم مع الخطط التنموية على المستوى الوطني والإقليمي وذلك عبر التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني إقرار الخطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي ومتابعة ومراقبة أدائه إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها تشجيع إقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية أحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين وأسرهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ومهنياً بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة وبالعودة إلى باقي اختصاصات المجالس المحلية نجد أن القانون أورد في المواد 33 و61 الاختصاصات التالية للمجالس المحلية للوحدات الإدارية يدير وينظم عمل جميع الأجهزة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ضمن نطاق الوحدة الإدارية يشرف على عمل المكتب التنفيذي يسمي أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة يتعاون ويدعم عمل المجالس المحلية الأخرى اتفاقات التشاركية مع المنظمات الشعبية والأهلية المبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية يقر الموازنة المستقلة للمحافظة الموازنات العامة للوحدات الإدارية خطط الأجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية التخطيط السنوي للمكتب التنفيذي الخطط اللازمة لزيادة الإنتاجية وتوفير النفقات وزيادة الريعية الخطط الخاصة بالحماية من الحريق وإدانة الكوارث ويخزن المواد الخاصة بالإيواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية يضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة للوحدة الإدارية بيعا وإيجادا وسثمارا استثمار الثروات المحلية التي لم توضع ضمن خطة السلطة المركزية وبالتنسيق معها إدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تخلى أصحابها عنها يحدث مراكز لخدمة المواطن على مستوى الوحدة الإدارية لتبسيط الإجراءات وأشارت المادة 34 إلى أنه يحق للمجالس المحلية للمحافظات إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود واشترط أن لا يتجاوز هذا التمويل 25% من الموازنة المستقلة للمحافظة والتي تصرف بحسب القانون 35 لعام 2007 وسيتم تفصيل الحديث عن الأحكام المالية وإرادات الوحدات الإدارية في حلقة منفصلة